لليوم الثالث على التوالي يواصل المستوطنون وتحت حماية جنود الاحتلال مصادرة المزيد من أراضي قرية راس كركر والقرى المجاورة لها لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة في وقت يواصل أهل القرية التصدي للمستوطنين حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين التجمهروا على مدخل البلدة بعد أن أعلنوا الإضراب الشامل آليات تابعة للمستوطنين تعمل على شق طريق تدعي سلطات الاحتلال بأنه طريق زراعي ما اللحظها سكان قرية راس كركر غرب رامالا المحتلة حتى جن جنونهم وتصدوا لقوات الاحتلال وحاولوا منع الآليات من إكمال عملها مؤكدين بأن الطريق هذا هو بداية لتأسيس بؤرة استيطانية تحتل الجهة الشرقية من تلة الرسان التابعة للقرية وهي المحاطة من الجهات الأربعة بمستوطنات الاحتلال بيشتغلوا من المنطقة الشرقية اللي بتقير راس كركر ومن المنطقة الغربية بحدود خربة بني حارث وكفر نعمة طبعا النضراب في راس كركر توجهوا للجماهير وصحاب الأرض المواطنين على المنطقة الجيش طبعا زي ما تشايفها الجرفة تشتغل والجيش مغطي المنطقة تماما بمنع وصول المواطنين من أصحاب الأرض ليس أقل من 2000 إلى 2500 دنم طبعا هذا الجبلين هو ظاهر حامد وجبل الرسان طبعا راح تتعدى على المنطقة المجاورة الأليات واصلت عملها اليوم في ذات الجهة ولأن سكان القرية أعلنوا إضرابا شاملا شل الحركة فيها منذ ساعات الصباح الباكر وتجمعوا رفقة أهالي القرى المجاورة على مدخلها استغل المستوطنون الأمر واتجهوا نحو الجهة المقابلة من التلة وبدأوا بعمليات حفر في منطقة تسمى بخلة حامد هذا وضع أصلا لا يطاق والمواطن الفلسطيني هيك بصير مهدد في بيته في لقمة عيشه في حياته اليومية لا يمكن التعايش مع هكذا وضع المستوطنين ليلة نهار بحاول الاستيلاء على الأرض وما تبقى من الأرض بين ليلة وضحاها أضحى هذا الجبل تحت يد الاحتلال هذه الأليات تعمل منذ ظهر الأمس على شق طريق يؤسس لبؤرة استيطانية لربما تكون مستقبلا من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية من قرية رأس كركر غرب رمالة المحتلة حافظ أبو صدرة رؤيا